وصل صوتك ومحاورتك من الأول مرة صعبة ثاني مرة أقل ثالث مرة تكون سهلة على الأخر لنوصل إلى مرحات الكمفور اللي نبدوك أنا قاعدين في قاعدة على هذك اليوم بش نبربش شوي كان بش تحرمني من حقي في الحصول على المعلومة ألف مبروك الانستيوتو فرانسي ووزارة الثقافة خدموا على العمل هذي إنتاج بدأ للإنتاج ووزارة الثقافة والعمل تعرض ووزارة الثقافة نهار الخميس ومجمعة وسبت ولاحد لذلك اليوم في الانستيوتو فرانسي اليوم حتى غدوة اليوم في ثمانية متعليل وغدوة ماضي ثلاثة متعلى عشية الانستيوتو فرانسي عمل لجالة فيش متاعو تحكي عليه الظلام خدمة على الظو كيف نقوله ظلام نحكيه على الظو خدمة على الظو وخاصة لنبدأ تقنيا المقاربة السينمائية للعمل المسرحي نتصور أول مرة في تونس بالشكل هذا المسرح قرب للسينما شفنا شفنا الإذاءة شفنا من اللول معناتها بالأفلام الطويلة اللولة بخلاف ما نحكيش على تشارلي تشابلين وبشتر كيتون وكل نحكي على السينما المستوحات من الأدب السينما خذت من الرومان وخذت من المسرح لكن بشوية بشوية ولا المسرح ظهر كأنه ضعيف قدام السينما بش يعدي الواقع كما هو تجمش تعمل تعمل كونكورنس للسينما في الواقع يوريلك صورة فيها فيها الشجرة شجرة طيارة طيارة حسان حسان المسرح رجع أكثر للبريود متاع سترينبيرغ ومتاع بيكات ومتاع المسرح اللي هو يخدم على السينبول أعطيتي مرجعيات أنا ما نتمثل همش قدامي عند أهل اختصاص معناتها رجعنا للمسرح القديم معناتها المسرح المسرح الحقيقي اللي هو فضاء تحكينا على مسرح القرن 19 بداية القرن 20 أي المسرح اللي ما عنده حتى علاقة بالسينما وبصورة سينمائية يخدم على الكلمة ويخدم على الممثل والإخراج هو ما هوش إخراج نص كما يقوله دراماتورجيا بل هو إخراج موقع درامي إخراج فكرة اللي هو مثلاً هذيك جاي من التات الريبرتوار الخاطر المسرح متاعنا في تونس اللي هو مسرح حديث قعد حديث معناتها مخدمناش في تونس برشا على الكلاسيك مش برشا على شيكس بيرو خدمت أنت على الكلاسيك وخدمت أنا هذيك هو المرجع متاعي بربي هشام لأنه برشا ما يعرفوش للأسف معناتها جيل ما يعرفش اللي أنت زاداراك مسرح يقبل ما تكون واج تلفزي ولا واج سينما هو تكويني مسرحي تكوينك مسرحي وبالحق معناتها الجيل يمكن ما يعرفش هشام رستم هشام رستم راهو اكتشفوا علي بن عياد في مدرسة في المدرسة الصديقية ملي صغير كان يمشي مع جده اللي كان مدير الصديقية باش تتفرج فرقة نجوم واحدة من أهم الفرق المسرحية اللي في البلاد وقت علي بن عياد اكتشفوا مع مجموعة محسن بن عبدالله اللي كان فيه وقته كان بالأساس مسرح للمسرح وفي دور عوطايل جميل راتب جميل راتب كان عام 64 عام 64 ودشن مسرح الحمامات ودشن أول دورة للمهرجين الحمامات واخدمت فيه كاليجولا خدمت في مرادة ثالث مشيت لفرنسا قلت مسرح غادي زدكيف كيف واخدمت ضمن المسرح الفرنسي أكثر من 70 مسرحية أخدي دكتوراه في تاريخ المسرح هذا الكله هذا الكله يغط عليه الدور شفيق الحادث موهذاك هو الشعبي يرزم كل شي خطر أنا نتأسف شوية أنا نتأسف برشا نتأسف برشا اللي الجمهور معاتش يمشي للمسرح الخطر مش من جمهور خطر من مسرح بدو المسرح قاعد يضياق في المسرح التجاري في الوان من شو في قلة قليل قليل برشا الأعمال اللي تجيب حاجة جديدة المسرح قليل أعمال الكلاسيكية قليل وين نشوفه شاكسبير قليل وين نشوفه تشيكوف قليل نشوفه برش أنا وساعات نشوفه خيبي معانتها بش نقول هيلك معانتها كي نشوف خدمة شاكسبير في سبانيا في إيطاليا حس سيدو سيريو معانتها خطر يزمها برشا امكانيات وإحنا نحب ويزمها مسارح كما حكيت السينما سينما تونسية ديما تصور في ديكور ناتوريلي خطر ما عاناش ستوديوات المسرح متاعنا يكتفي بعض الحاجات البديئية فيما يخص الدكور وسينغرافيا والإنارة الإخري خطر ما عاناش مسارح حتى لو كانت تعمل مسرحية بالنوع هذي سوفوك أو شاكسبير مثلا في المسرح البلدي تخرج المسرح البلدي معاش تلقى فضاء بش تقدمها فأنا الفكرة هذي اختفاء بالعربي اختفاء هي هو مشروع سينغرافي ومسرحي ولا مركزي على خاطر عملنا سينغرافي اللي هي تجم تتنقل كل حرية من غير ما تكون موجود عندك مفروض عليك عندك مسرح مسرح متنقل لكن التكنولوجيا حديثة وتكنولوجيا الحديث هذي اقتبستها أنا من تركيب السينمائي من الصورة السينمائية فيما يخص والإضاءة والبروجيكسيون والفلاشباك وإلى آخرين معنا تعدد تقنيات سينمائية من حبش انتقل على البروبو لكن البروبو هو بيدو يفرض النوعية هذي من السينغرافي لأنها هي حكاية مراء عند هزوز أولاد حسرتهم في بيت سكرة الشباب باليجور سكرة البيبان حسرتهم في حبس لأن البوليس سياسي يفتش عليهم واحد لأنه شيوعي والآخر لأنه أخوان جي فهي تحب تحميهم لكن فك القفص هذاك فك الحبس هذاك الموجودين فيه اللي هما كانوا أخوة ولاوا يتعاركوا كما تحط زصفيران في قفص يأكلوا بعض حبت تحميهم من الحبس لكن هي عايشتهم في الحبس عايشتهم في الحبس لكن عندها مشروع تحب تهربهم معنات هذيك وقت كان يحطوهم في الحبس مده جمش تمنحهم أما حصرتهم غديك بيشتلقى حل كيفاش بيشتمنحهم رمزي تونس اللي فيها فيها الناس اللي يمين فيها يسار وفيها البوليس اللي يلوج عليهم وفيها البوليس اللي يلوج عليهم من خاطر البوليس اللي خمسة سنة يلوج على الشيوعي ومبعد الأمور تبدلت قالوا لاي الشيوعي ما عاش حاش نبيه ما نحنلوجه في الأخر في الولد الصغير اللي حضر في الباك واللوريا متاعه شدوه ويوزع في ديتراكت للسلافين فقالوا هذا يا مخطر يا جميع يولي إرهابي والبوليس سياسي حب يمنعهم من الإرهابي يقول انه نشدوه احنا خير من اللي يولي إرهابي نجمه نبدلوله فكرة وإلى آخره لكن هو عمال يتحصر فكرة البيت هذيك عمال يتطر في الدين متاعه يقوى وعمال يولي إرهابي غير ربع عمال يولي إنسان منطرف فتصير تصير عركة بينه وبين خوه اللي هي توفى بترجيديا إنه المسرحية تكون باللغة الفرنسية هذا تحت الطلب من الانستوديو فرنسي لا مش تحت الطلب هو ناصر خمير كتب المسرحية عام 2007 باللغة الفرنسوية ووقت هالي قال هالي تكتبة 2007 هي مكتوبة بالفرنسوية 2007 2007 في حكم بن علي في حكم بن علي جرعة كبيرة ولكن ما لقاش الظروف ما لقاش المكانيات بشي بعد الثورة هو حقك يكتبها خبيها هاي ما لاجمش جيتنا وقتها طلبات من الخارج من سويسرا من فرنسا بش نقدموها لكن احنا ما حبيناش قلنا نزمها تتقدم لأول مرة في بلادنا حتى لو كانت باللغة الفرنسوية فقدمناها باللغة الفرنسوية خطر هذك هو التكستو ريجينال لكن ترجمتها أنا بالدرجة ترجمتي أنا ترجمتها بالدرجة وبش نعملو عروض متوازية بالفرنسية وبالعربي معناتها الاسيتيو فرنسي دعم مع وزارة الثقافة وبدع لإنتاج المشروع هذي لكن هم هوا مشروع مسرحي باللغة الفرنسوية هو مشروع باللغة الفرنسوية واللغة الدرجة التونسية في شارجانبي بش نبدأوا بالعروض بالدرجة التونسية لكن علش الاختيار متعزوز لغات لأنه فيه رسالة موجهة للشرق ورسالة موجهة للغرب ورسالة موجهة لنحن على خاطر الموضوع متع الإسلام مفهومه غالط في أوروبا مثلا فنصر الخمير حاب يحلل كيفاش تونسي عادي شاب يجم يولي إرهابي وكيفاش الولد الآخر اللي هو يساري يجم يكلم الأخرين يقولهم مراه المفهومكم الإسلام مراه غالط هشام رسالة نذكر أنه اليوم نجب نشوفه العمل السبعة متع العاشية في ثمانية ثمانية في غضوة كيف كيف بالنسبة غضوة مضي ثلاثة والنجب ناخدو التذكر نتاون ناخدوه من التذكر التباعي أما في المدار الناس يتسكن في البانليو وقالا في التذكر فرنسي بتدائر من الخمسة يتباعوا تسكن وبعد باش نمشيوا بها السوسة وصفيقس في أول جانفي وبعد ابتداء من عشرين جانفي باش نقدموا العروض بالدارجة التونسية في فضاء من فضاءات العاصمة لكن المشروع هو مشروع مع صندوق الدعم الأدبي والفني للوزارة الثقافة اللي هو صندوق هام بالنسبة اللي نحن هو يشجع الأعمال المسرحية والفنية بصفة عامة باش تخرج من التونس وتمش تتقدم في المناطق 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 الحدودية إلى آخرية دجا عمل جماعي بالأساس أما هشام رستم هو القاطر اللي تزيل عمل هو شوف المتغانسان بسم الليين هو كما شاف دوركاستر بس يخطوه في المشروع هذية اللي مركز باشا يبدأ يمثل يبدأ يمثل كيف كيف معانتها العمل يبدأ يبدأ بتاعه عن اسكندر بسباس اللي هو عمل البنت صون اللي هي من أهم العناصر بتاع المسرحية فما كازامينا اللي هي شركة تتت construcution ديكور عملت construcution بتاع الدكور حسب التصور بتاعه بتاع السينغرافيا فما اكيب كاملة بتاع بتاع دي 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 تقنيين ونحب نشكرهم هنا كما رامي كما يوسف الإجنور دي صون كما الاسيستان بتاعي وباب أطلس كما صبري عطروس اللي عملنا الإنارة فما اكيب كل واحد وقت اللي تتنظم الأمور هذي كل واحد يشد المسؤولية متاعه المخرج هو التصور متاعي عام هو التصور ما هوش الخراج برك التصور في الاقتباس في التصور في السينغرافيا في الإنارة في الكوستيم في المكياج في عدة أشياء فما حاجات معنتها هنا حتى في الميدان بدأت تحكي عليهم هشام رستم وسانا رستم زوجته معاه في العمل وكأنه معنتها لهنا تقال بما من شأنه التقليل من موهبة سانا رستم لا بالكل خاطر سيكون تعمل معنى كل فنان يرزم دائما معاه كمبليس وسانا بالنسبة لنا أحسن كمبليس عندي خاطر عندها نظرة كريتيك فما نجمو ما يجيوش يقولولك بالضبط شنو اللي موهوش باقي هي عندها جرأة بتجي تقول لي مثلا ها كيفاش نتصور المكياج وتعملو ها كيفاش نتصور لكشين وتعملو عندها تكوين الكافي بش تنجم هي عندها تكوين سينمائي والفكرة متاحها السينمائية هي معرفتها من السينما والتقنية السينمائية أقوى من التقنيات متاعينا فهذاك علاش العمل بينتنا يكون كومبليمونتير الخاطر هي عندها نظرة خارجية معناتها هل فعلا كما يقولوا انك تفرضها فعلا معنات هشام رستم يلزم معاها سنة رستم لا بالكل وكان ما جاتش تناسب للدور راني ما خدمتش معايا راي كانت تكتفي بحاجات أخرى كما عملت فروية معناتها فروية كل واحد له كما هشام شبلي اللي هو ممثل ودنسر في الفروية عاوني أيضا في الكوريغرافيا معناتها المنتج متاعي سي حسين من العبد الكريم عنده رؤية يقول لي في هذيك تجم تزيد هذيك تجم تنقص هذيك معنات كل واحد عنده فكرة لكن مع سنة عنا نفس نفس الأفكار ونحب ونحق ونفس المشاريع مش المشروع هذا فقط عندها مشروع شريط طويل بشتبدأ تصوره في شهر جانفي أنا نشاركها لأنه عنا خدمة مع بعضنا معنات كنشوف في تاريخ المسرع تاريخ السينما دائما فماش حتى فنان يخدم وديما مع ان كومبليس اللي في في بعض الاحيان واحد منهم يظهر والاخر يبدأ في الكوليس وساعات فاضل جزيري جل بكار فاضل جعيبي جل بكار رجاء من عمار منصف الصايم ومش حتى في تونس ناخدو فخيغ طافياني ساعات أخوة مثلا أنا وخويا قيس مدة طويلة كنا نخدم قصة حب كبيرة قصة حب كبيرة قصة حب مركزة على العشق ومركزة أيضا على الحب متاع الدنيا اللي احنا نتصورها في بعضنا في الساحة الفنية مثير على الانتباع بعدها فارق السن ما بينتبعاثكم ورغم ذلك تحبوا بعاثكم كينكم أثناش سنة وفتناش سنة هذيك اللي نسميوه في الروحانيات نسميوه اللي زام سوغ هذيك نسميوه الفلام جمال هذيك اللي نسميوه الامور انكوديسيونيوه هلقيتها مخر موش مخر جيت في وقتها بطبيعة كل حاجة جي كل حاجة جي في وقتها كوتفودر أكثر من الكوتفودر معلتا كنا نستنعو في بعضنا كل واحد في عالم كنا نستنعو في بعضنا حتى اللي جيت الفرصة باش كيفينش صار هالكوتفودر هذي صار صار في تورناج متاع نجوم الليل في نجوم الليل انتي بدرت لها ولا هي بدرت لك هي هي معناتها برشا ناس يظنوا اللي أنا رديتها ممثلة هي ممثلة عملت عدة حاجات تكتب انتي رديتها ممثلة مشهورة خليني نصلح لا 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 ان شاء الله ان شاء الله تشهر من غير من شاء الله تشهر من غيريانة لكن هي ممثلة وعندها القدرة والطاقة والدن اللي اعتهولها ربي سبحانه كلها نور المرة هذي كلها نور وتستحق مش الشهرة تستحق هي خاطر الشهرة سهلة راي كانت تجم تمشي المصر هي زادة بتتشهر في ثلاثة شهر لكن هي عندها مبادئ تحب تحترمهم والمبادئ هذوم اللي هما مبادئ إنسانية مبادئ روحانية مبادئ فنية اللي أنا نشاركها فيهم وراها ومعاها فيهم لخاطر قاعدين نعاونوا في بعضنا خاطر هي من اللي نعرف هي زادة بدلتني في رؤيتي عالعالم في رؤيتي اش معانتها السعادة في رؤيتي اش معانتها البيانات وكيفاش معانتها الإنسان اللي يجم ينتظر حاجة يحلم بيها وإلا يتصورها وتصير له وهذاك الشي هذك احنا نحب نحب لشاركو بيه الاخرين معانتها تغير عليها بالطبيعا نغير عليها لخاطر ما نحبش يضرها ما نحبش يعتدي عليها ولا يكلامها بكلام خائب نحبها نكون دائما محترمة ونحبها تكون دائما في النور ونحبها خاطر هي كلها نور وهي تغير عليك بالطبيعا كيف كيف برشا كيف كيف لا يوجد غيرها ما فيش غيرها ما فيش غيرها كيفاش عرفتها قلت لك عرفتها قلت لك في التورناج في التورناج وانت اميس وقتش قلت كالذربة الزيدة في القلب التوى موجود لذلك شوفوا اللي بش شوفو في ال في نقربها للناس لان حب نقول المجد فمبرشة ناس معنى في العمل الجماعي كما قلت انتي سنا سكندر بس بس في الموسيقى الناس الخميري اللي هو اكتب النص ولمين وهشام وصبري ويوسف ورامي ودالي وحسين معنى هذو وباب معنى هذو من كل فريق لخطر المسرح راو ستان تات ستان تخاباي كوليكتيف المسرح سين فامي واحنا عملنا عائلة وان شاء الله العائلة هذية تمشي مع بعضها لابعد ما يمكن ان شاء الله ان شاء الله انا عندي شكون شايف العمل قالي راهو بش يضرب قلت له يضحك قالي لا قالي راهو بش يضرب قلت له حمدو الله كي ينجم يكون عمل ميضحكش اما يضرب هذي حاجة اخرى ومهمة جدا في دقيقتين بايجاز سريع قلت صريحات نحب نرجع لك بالزمن متمسك بهم ولا لا قلت المسرح عمره 3000 سنة مش 40 سنة متاع الجعايبي و10 سنة متاع الوامن شو غلطت هناك قلت مش 40 سنة متاع الجعايبي لا لا مش نقد في جعايبي بالعكس أنا نعتبره من أكبر مخرجين المسرح في العالم العربي وحتى في اوروبا بالنسبة لنا ما في حتى شك مم موش اللي هو النظرة اللي عليها الناس ہے وليهوotted فهم بارشة ناس جعاب يععمل في المسرح متاعه كما أنا نعمل في المسرح متاعي عزين قانون يرحم ويع مش المسرح متاع كل واحد يعمل في المسرح متاع أن النظرة متاع الخارج متاع متاع المتفرجين أو متاع النقاط في غالب الأحيان يشوفوا حاجة تعجبهم فهم برشا يولي ويقلدوها التقليد ماهو شباهي الكوبية كلية ماهو شباهي هذاك عليش أنا ولو نعملش مسرحية كل خمسة سنين نحبك نجيب حاجة نضيف حاجة لتاريخ المسرح التونسي موش نقلد اللي عملوها الأخرين قلت أكبر غلطة هو حل الفرق الشهوية الشاي اللي يخلى كل واحدة الحوانة واحدة ويسميها وان من شو بشمشي الفكرة الحوانة هل تعتبر أن هذا هو حل المنشو موش نواحة نحوانة إن من الفكرة يعظم أنه كلمة حل المنشو تنقص من قيمة كعمل إبداعي لجم الوانمنشو هو النوع من المسرح لكن لا يجمشي هو هبيدو المسرح نوشك لها في بقية الأنواع اللي استسلمت اي فهمة برشا ناس استسلمت لجيب الجمهور هذاك أنج متسميها اليون مسرح التجاري ليس من موش ولو مش منوش ولين يجمشي يكون مسرح موش تيجاري ويجيب جمهور يجب يكون مسرح موش تجاري ويجيب جمهور الشي اللي روح في أوروبا اللي تروح في أوروبا وفضل جعيبي مسرح موش تجاري لكن يجيب جمهور اللي احنا عملنا عمناه والدنيا منامة في تونس جابت جمهور غفير وماهوش مسرح تجاري ان شاء الله اختفاز تكون من نوعية هذية من مسرح الجيد اللي يجب ويقنع أصعب أصعب أما ما نستسهلوش الموضوع لخطر راهو الجمهور يلزموا ثقافة مسرحية مش تجيبوا يتثقف مسرحيا يزمك تجيب له أعمال صعيبة مش تهبط المستوى متاعه لكن طلعوا انت يتبدلوا يدك وتطلعوا تقول هاو المستوى اللي انت يزمك تكون فيه واللي انت محتاج له واللي انت على خطر المسرح راهو يفتح آفاق كبيرة يفتح التخمام يفتح التفكير يفتح الحاجات اللي هي من ميدان الحلم والإحساس على ذكر الممنشو كان من المفروض انه بيش نجمع كواه منشو مع مصف اذويب لا موش من منشو هو كان ديو ما بين أنا وتوفيق البحري اسمه دار ثقافة لكن المشروع بزيل قيم من ذات ان شاء الله نقاوله الوقت بيش نعمله عمل فوكهي لا نجم نعمل أنا بدي نجم نعمل والمنشورة ومنشية ضد المورو منشو اللي نقول هو اللي التوزيع المسرحيات في تونس وإلا المنشطين والمديرين المهرجانات هما ولو يستسهلوها العملية الخاطر يقول لك نجيب وان منشوي عبيل للصالة وكهو لكن هذيك بنسبة لي أنا هي مسؤولية الدولة مسؤولية وزارة الثقافة باش تشجع أكثر الأعمال الصعيبة الخاطر الأعمال الصعيبة هذيك هي راهي اللي باش تثقف الجمهور وصرحت إن شاء الله وزارة الثقافة تسمع الكلم ما كان إشتون نجبدولها وظنيها كيفاش نجم تشبد وظنيني وزارة الثقافة معنا لا نجبدها وظنيها لا هي كلمة هكيكة عرض ودقال لكن يلزم وزارة الثقافة يكون فيها زادة عباد موجود فيها عباد لكن يحلوا وظنيهم أكثر يسمعوا أكثر الأراء محمد زيل العابدين وظنيها محلولة اليوم بوظنيها محلولة وإن شاء الله يقعد المدة اللي تكفيه باش يعمل المشروع اللي يحب يعملوا اللي معنجموش يعملوا للوزراء الأخرين اللي قبلوا اللي هما حاجتين هامين حقوق التأليف حقوق الفنان والهوية متاع الفنان الاستاتوة دلاغ تيستي لدوات دو تاق أهم حاجة اليوم في تونس وحريت وحريت التجاول روما تنسيوش تونس مصحة في اتفاقيات عالمية في الحقوق التأليف مصحة في وثائق عالمية فيما يخص تجول حق التجول من غير ما يقعد رحشد صاب شخص فيزاب شمشي الفرنسي قدم عرض دونك هذي الكلو يلزم وزارة الثقافة هذيك تلهبيه أنا اليوم نقول يسدي الوزارة الثقافة ما تعتينيش فلوس ما تعتينيش أعطيني مسرح أعطيني قوانين اللي هي تشجع وأعطيني قوانين على خطر المسرح التونسي في الطليعة في العالم العربي يجم يوري وجه حلوة تونس يجم يوري أفكار تونس اليوم يجم يشرف تونس ورجال المسرح ونساء المسرح اللي في تونس راهم قاعدين يقوموا بخدمة قوية كما تتشاف في العالم مجمع نشكو كبار شهيشم رستوم ياتيكستح عندك رانو ديسپاريسيون تلقاوها اليوم ثمانية متعل الليل في الانسيطو فرانسي وكيف كيف غدوا شكراً هيشم رستوم بالنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة